أفاد مراسلنا نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع العراقية بأن قوات الجيش بدأت في توجيه ضربات في عمق المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في محافظة صلاح الدين وضافت المصادر أن القوات الأمنية اشتبكت مع مسلحي داعش عند أطراف مدينة تكريت وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مسلحي داعش شنوا هجوما على نقطة تفتيش للحشد الشعبي والجيش وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة من الحشد وعشرة من المسلحين هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع العراقية أن السلاح الجو واصل غاراته على مواقع لمسلحي داعش في قضاء تكريت لليوم الثالث على التوالي وذلك في إطار العملية العسكرية الموسعة لاستعادة السيطرة على المدينة وأوضحت الوزارة أن الغارات أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي داعش ومن بينهم قيادات ميدانية وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من اختراق شبكة اتصالات داعش ترجمة نانسي قنقر